ومنها أي ومن المسائل ينبغي لك أيها المفتي أن تُراعي في إفتاءاتك أحوال المُستفتين فإفتاءُك للعوام يجب أن يكون بألفاظٍ غير ألفاظِي الطَّلبة فينبغي لك أن تُبسِّطها على العوام وأن لا تُدخلهم في خلاف ولا تُدخلهم في أوجه استدلال ولا تُدخلهم في أصولٍ وقواعد إذا كانوا عوامًا وأما طالبة العلم فيختلف الإجابة معهم بكثرة التفاصيل والتقاسيم التي يحتاجها الطالب ولكل مقامٍ مقال